موضوع اليوم هو ما يجب أن تعده الإذاعة الوطنية للمشاركة في إحياء استينية الاستقلال هي مناسبة كبيرة السلطات العليا تولي لها اهتماما كبيرا جدا ونحن بدورنا في الإذاعة الوطنية نولي لها نفس الاهتمام بوصفنا مؤسسة إعلامية كبيرة يعد لها حسابا في مثل هكذا محطات في الحقيقة احنا فكرنا كثير في الموضوع وصلنا إلى نتيجة تقول بأن تشتيت الجهود ليس محمودا وليس مطلوبا ولا يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية لهذا فظلنا أن تكون كل جهودنا مصبة على نشاط واحد نشاط وطن واحد ومؤثر جدا يعني كنا نلتقي من أجل هذا المشروع طبعا مشروع هذا تحيط به بعض الفعاليات أو الكثير من الفعاليات التي تنتج عن مجهودات محلية صح التعبير في كل محطة ولكن مشروع واحد تلتقي عليه كل جهود الإذاعة الوطنية اللي هو المسابقة الوطنية للأغنية الوطنية للشباب وسأتي إلى هذا المشروع بالتفصيل أردت أن أقول في البداية أن هذا المشروع ينطلق من فكرة أساسية مفادها أن مؤسسة الإذاعة الوطنية يجب أن تكون مؤسسة مواطنة يجب أن تخرج من أسوارها لتؤثر إيمة تأثير في محيطها محيطها المحلي عندما يتعلق الأمر بالمحطات الجهوية ومحيطها الوطني عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة كمؤسسة وكما تعلمون القاعدة تقول بأن الإعلام هو التأثير يعني المؤسسة التي لا تؤثر في محيطها لا يمكن أن توصف بالمؤسسة الإعلامية Media Egal Impact يعني المؤسسة التي لا تؤثر لا تقدر تكون مؤسسة إعلامية والتأثير لا يكون فقط بالإخبار لا يكون فقط بالإعلام هذه ندروها منح في رصانا لا يمكن أن يكون التأثير بالإخبار والإعلام فقط هذا دور أساسي تمكين المواطنين من الأخبار الصادقة من التحاليل الموضوعية من القراءات الصحيحة لما يدور حولنا محليا وإقليميا ودوليا ولكن أيضا التأثير في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وبذلك نكون مؤسسة مواطنة ومؤسسة إعلامية تكون قد حققت هدفها الأساسي وهو التأثير يعني إذا ما أثرناش في أخلاق الناس إذا ما أثرناش في قيم الناس إذا ما أثرناش في نوعية ما ينتجه المجتمع من اجتماع وثقافة واقتصاد وسياسة لا يمكن أن نكون مؤسسة بما يجب أن تكون عليه مؤسسة الإذاعة الوطنية إذن ما سنقترحه عليكم من مبادرة ينطلق من هذا المبدأ الأساسي ترجمة نانسي قنقر